كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنح واحتراف العملات الرقمية تقدر تحصل على اللينك الخاص بيها من الدسكريبشن وتنضم وتكون قريب مننا بشكل أسرع من قناة اليوتيوب والتحديثات اللي بتصدر بشكل يومي بأكثر من كذا تحديث على القناة أما لو كان عندك خسارة في المحفظة الخاصة بيك وقيمتها أكبر من 6000 يورو أو عملات بدون ما يكون عندك USDT تقدر أنك تحصل على رقم الهاتف الخاص بينا اللي موجود في الدسكريبشن وتتواصل عن طريق الواتس أب وتستفيد من الانضمام في إدارة المحافظة الVIP عن بعد بدون الوصول لرأس المالك أو دون الوصول إلى عملاتك أو أي أكسز على أي منصة خاصة بيك وتقدر تستفيد بكافة المميزات والعملات الهامة والإدارة المباشرة اللي بنتبعها معاك أول بأول والنهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة وشيقة لو سمحت زي ما تعودنا تيجيب كوباية القهوة وورقة وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفصل ورجعنا لكم بعد الفصل وعايزين ان احنا أول حاجة ناخد فكرة عن السوق النهاردة قبل من نتكلم عن عملتنا اللي احنا مجاهزينها وعايزين ان احنا نطلع عليها ونعرف ايه أهم الاتجاهات الخاصة بيها واهم الأماكن السعرية اللي ممكن تزورها بإذن الله وازاي نقدر ان احنا نستفيد بيها من وجودها في المحافظة الخاصة بينا فنقدر نعرف مبدئيا ان احنا عندنا في السوق 12,281 عملة حاليا الماركت كوب بتاعنا بقى 2,102 مليار وده رقم كويس جدا وعلى اساسه في الارتفاعات اللي احنا ملاحظنا اللي موجودة حاليا في السوق اما التدولات اليومية فبتكون من اول 91 مليار بالضبط 867 مليون حتى وقتنا هذا ويعتبر البيتكوين يعني مفوش اي تخزين كتير لازال زي ما هو 42.6 ولازال الاسيريام نفس المكان الخاص بي 18.6 ونقدر نعرف ان لازال التحولات الخاصة بعملة الاسيريام غالية ولازالت مرتفعة ولكن كتيرة بنيجي للسوق الخاص بينا النهاردة وبنبص على ترتيب العملة رقم 3 في السوق وهي البي ام بي من زمان احنا ما اتكلمناش عن البي ام بي الا مرة واحدة لما حددنا مكان كان المكان ده يعتبر من فترة قريبة لما قولنا ان احنا نقدر نشتري العملة ونقدر نخش على الربعمية وواحد ونقدر نبيع الربعمية وعشرين هي حاليا في الربعمية وعشرين وهناخد كل تفاصيل العملة ونفتح ونقدر ندرسها خطوة بخطوة الاول العملة هتشوف امتى كانت بدأ الالتايم هاي بتاعها والالتايم لو زي ما تعودنا هننزل ونبص عليها عشان نقدر نوصل للمعلومات اعلى اولتايم هاي كان السنة دي تمام من خمس شهور فاته عشرة مايو اللي فات عشرين واحد وعشرين ووسطت قيمتها ستمية وتسعين دولار قيمتها السوقية اقتربت وقتها من السبعمية دولار وهي بانخفاض تمانية وتلاتين في المية عن الرقم اللي كانت عليه ولكن من اربع بس سنين فاتت من واحد غسطس 2017 كان سعرها زي ما انتو شايفين اللي هو الاول تايم لو بتاعها عند تسعة سنت تسعة سنت طيب ده بنتكلم على عملة البيه ام بيه طب عملة مهمة عملة منصة قوية وعايزين نقول ان مش كل عملة بتنزلها بيم بيه وبتعمل عليها اكتتاب فانا اتوقع انها بتكون بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم عليه حالين ولكن لا خليك تبقى يعني ناصح يعني خليك فاهم اللعبة فين ومشي ازاي عايزين نقول ان هنا بيم بيه اللي كانت بتمثلها باينانس وكانت عايزة تاخد تكون هي المنصة الاولى على مستوى العالم ومستوى الكريبتو فزي ما احنا شايفين كده لو جينا من هنا مع بعض وتتبعنا مع بعض اوكي فضلت فترة كبيرة تمشي وكان هنا عندنا البير ماركت تمام وقتها 2018 وجينا 2019 كل الكلام ده كله كانت بتتكلم في ال 14 دولار 17 16 تمام لغاية لما جينا في عشرين واحد اللي هو يعتبر اتنين وعشرين واحد اوكي عشرين واحد وعشرين وبدأ اتجاهات انطلاق كبيرة جدا تاخد العملة وتطلع زي ما احنا شايفين بعد كده تصحيح بسيط بعد كده دفعة قوية وحقيقة ملكة باينانس كل السوق اللي احنا بنقول عليه في كافة العملات الرقمية الخاصة بنا تمام طيب لما قدرت انها تاخد الارتفاعات دي خلاص خدت السمعة القوية اللي احنا عايزينها وكل الكلام جي التصحيح الكبير اللي حصل في شهر مايو نزلت لأقل قيمة سعرية قدرت توصل لحوالي 217 دولار انا ما اقدر شنس التاريخ ده تمام كان ساعتها في التصحيحات بل وقعدت اكتر من ثلاث مرات تعمل تصحيح زي ما انتو شايفين كده بالزبط الشرط اللي قدامنا ده مع انه يعني مش شرط واضح ولكن انا لسه هشرح لكم على الشرط الرئيسي اوكي بتاعنا بعد كده بدأت في التصحيح تاني بعد كده لازالت في مرحلة يعتبر هبوط طيب عايزين نستفيد من العملة دي ونشوف العملة دي اتجاهاتها فين ورايحة فين واتجاهات ايه واحنا نقدر نستفيد ايه منها طبع بين بعملة كبيرة جدا ومش هنقدر نقول اي حاجة ولكن بالطبع عندك الويب سايت زي ما تعودنا وزي ما تكلمنا في كل مرة بتقدر انك لو عايز تخش تقدر تتابع على الويب سايت تاخد كل المعلومات ايه العملات الجديدة ايه التحديثات اللي موجودة ايه المؤشرات الجيدة اللي ممكن تستفيد بينها وتقدر تطلع على كافة المعلومات الخاصة من الموقع اللي موجود قدامك وبالطبع عندنا القسم اللي هو السابورت تقدر تتواصل معاه زي ما انتشايفين 24 ساعة على السبعة ايام روانهم يعني متعبين شوية ولكن عندك تواصل وتقدر تتواصل معهم ما فيش اي مشكلة نيجي للتحليل بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه حاليا في شهر سبتمبر احنا وصلنا لمنطقة سعرية جيدة جدا وكانت وقفت عند التلتمية وعشرين دولار يعني لو قررنا الارتفاع اللي حصل من هنا لهنا هنلاقي ان احنا عدينا مية دولار ارتفاع في كل عملة انت قدرت انك تاخدها عملة البي ام بي يا جماعة مش عملة نتكلم عليها عشان نكسب فيها مية دولار ومتين دولار احنا هناخد الوان دي الاول عشان نبقى اوضح بشوية في تحليل عملة البي ام بي عملة مهمة ومن اهم العملات اللي لازم تكون في محفزتك من المتوقع ان العملة دي انها خلال شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر وهم مرحلة التصريح اللي احنا داخلين فيها والارتفاعات اللي هي الموجة السعودية او الصعدة اللي جاية هنقدر ان احنا نعرف ان اتجاهاتها هتكون اول شيء في اتجاه انها تكسر ده اول حاجة لازم نكون عندنا خلفية عنها يبقى اول حاجة عايزين نعرفها انها عايزة تروح تكسر نشوف كده بتاعنا زي ما قلنا ادي اهو وهي حاليا يعني احنا قلنا ان احنا قلنا ان اول تايم يعني العملة دي لو قدرنا ان احنا نحصل عليها بشكل جيد هنقدر ان احنا نعمل على الاقل مع العملة دي واحد اكس مع العلم ان بيم بي الاتجاهات القادمة الفترة اللي جاية مش كسر الاول تايم هاي فقط لغير بل التحليلات اللي موجودة قدامنا بتأكد ان بيم بي هتكون في اتجاه مختلف شوية وهتقدر تجيب قمم احنا مش بنتكلم عليها حاليا يعني اول مكان هتقف في البي ام بي بعد اختراق الاول تايم هاي اللي قدامنا ده هيبدأ انها هيكون من اول التمنمية دولار يبقى انا بتكلم فعون للنهاردة لو اقدر ان اخدها بالربعمية وعشرين ربعمية واحد قدرت انها تصحح شوية هبقى انا اللي فايز ونتأكد اني اندفاع منصة باينانس بتوجهنا الاتجاهات قوية وهي ان البي ام بي في وقت من الاوقات ممكن توصل لغاية الالفين دولار وده تحليل فني احنا حطينه على قصص وبنتكلم فيه مش بحب العملة معينة مش لمنصة محددة مش يعني ركلام او بنعمل ادفرتايزنج لمنصة لا انا بنتكلم لمصلحتك كعميل محتاج انك تركز وتشوف ايه العملات المهمة تبتكلم في تالت عملة موجودة في السوق يعني تالت عملة في ترتيب الماركت كاب تالت عملة وعملة منصة لمنصة باينانس بالطبع العملة وسط الارقام الارقام دي مش ارقام نهائية هي ارقام ممكن تبقى فيها تصاعد اكتر من كده ولكن احنا عايزين نركز في حاجة مهمة جدا ان عندنا دايما اتجاه جيد لازم نكون مركزين فيه تمام ونقدر ان احنا نتكلم مع بعض باتجاه جيد وهو الاتجاه القادم ايه هو الاتجاه القادم ان احنا محتاجين نرفع العملة وليكن عملة زي الوان انش وانا اتكلمت عليها معاكو كتير العملة دي يا جماعة لسه ببادئ الامر بتاعها خلي بالنا ان زي ما احنا بنتكلم على البي ام بي معانا عملة زي الوان انش تمام بعد المنصات المركزية اللي اغلاقتها الصين هنبدأ نشوف ارتفاعات قوية في المنصات اللامركزية وان انش تراست والت يو ان اي تمام هتشوف الاكتر من كذا يعني منصة تمام لا مركزية هتلاقي فيها ارتفاعات قوية الفترة اللي جاية خلال اكتوبر خلال شهر ديسمبر هتلاقي ارتفاعات قوية جدا مع الموجة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي فايه اللي يمنعنا ان احنا نقدر نستحوذ على جزء من البي ام بي ولكن مع ان احنا عارفين انها طبعة في صعود جيد لازم ناخد موجة صعودية لعملة جيدة لمنصة ممكن تاخدنا وتطلع بينا بكمية الربح الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها البي افضل دخول لها حالين هو الربعمية واحد ده رقم مميز نقدر نخش عنده كويس جدا وتقدر تحض الدعم على تلتمية خمسة وتمانين دعم الاول لو حصل اي هبوط والدعم الاخير اللي احنا دايما بنشتري به دايما هتقدر تحضه عند تلتمية خمسة واربعين وتبقى محظوظ لو انت جبت الرقم ده حالين لان بعد كده هنبدأ في الاتجاه السعودي تقدر انك خلال الارتفاع انك تقدر تبيع اجزاء من العملات اللي انت حصلت عليها حسب الكمية اللي انت حصلت عليها حصلت على عشر عملات حصلت على خمسة حتى لو حصلت على عمرة واحدة تقدر انك تبدأ في الاتجاه بدايما جني الارباح ما تنتظرش لنقاط عالية ان انت توصل لنقطة محددة وبعكاية تجني كل الربح لان ممكن يحصل انهيار الانهيار في السوق بالكامل مش بس في البي ام بي في كل السوق ساعتها ان احنا نقدر نقدر نكسب بطرق تانية مختلفة ما يبقاش كل اتجاهك على نقطة محددة مستنيها وتقف وانصح كمان ان احنا نفعل الستوب لوس او وقف الخسارة او stop order كل منصة بيكون لها اسم مختلف لازم تفعلها لأي ظرف طارق ممكن يحصل في السوق فتبقى عندك الخلفية ازاي تقدر تفعل ازاي تقدر تفعل عدم الخسارة وفي نفس الوقت يبقى عندك ربح لو حصل اي ارتفاع قدرت تحصل عليه ولو حصل اي هبوط فانت قدرت انك تبعد عن الهبوط وقدرت تحصل على اليو اس دي تي بتاعك بارباح جيدة المخاطرة الوحيدة في النقطة دي ان لو حصل اختبار كاذب مع الاختبار الكاذب تم البيع بعد كده تم الارتفاع وحضرك بقى كنت نايم حصل الموضوع ده بالليل حصل في توقيت انت بعيد عن السوق مش واخد بالك فدايما بيكون معانا المتابعة الحقيقية الخاصة بالعملة اول باول دي كل النقطة المهمة عن عملة البيم بي اتمنى انك تكون محدد النقط اللي تكلمنا عليها عندك على الشرط تقدر تفتحها في open order طلب مفتوح للشراء وفي الحالة دي نقدر ان احنا نوصل بخطوات مهمة بشكل جيد لربح قوي في المحفظة بتاعتنا خلال فترة الصعود باذن الله اللي هتم من اكتوبر لديسمبر اتوقع ان كوباية القهوة بتاعتك خلصت وانا شاكر جدا لوقتك معايا تقدر ان انت تفعل الجرس وتقدر تدوس لايك لو الحلقة عجباك لو عندك اي كومنت تقدر تكتبه بنتتبع الكومنتات بنقراها كومنت كومنت وبنقدر ان احنا نجاوب على كافة الاسئلة في اي اطلاع او اي شيء انتم محتاجينه اكتبولي وانا دايما ارد عليكم وتابعونا في قناة التليجرام تحياتي ليكم دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته